يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على حسين ونحره الدامي وصدره الضامي سلام عليكم جميعا زيارة الأربعين قراءة زهرائية بامتياز الحلقة الرابعة أين معزون أولياء أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفاتح ونشروا راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المبتول بكربلا أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى لم تكتمل جولتي معكم بين كتبي مراجعي وفقهائي وعلمائي ومؤرخي وكتاب الشيعة في الحلقتين الماضيتين عرضت بين عيديكم العديد من النماذج من كتب مراجع الشيعة وعلمائها ومؤلفيها وكانت البداية من القرن الرابع الهجري ابتدأت من المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة ثم تسلسلت بحسب الترتيب الزماني لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقتين الماضيتين لكنني وصلت إلى سنة 1400 للهجرة حينما حدثتكم عن محمد علي القاضي الطباطبائي وعن كتابه الذي الذي تناول فيه مجريات يوم الأربعين وبينت لكم ماذا ذكر في كتابه بنحو إجمالي لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام هذه كتب لمعاصرين الخبر اليقين في رجوع السبايا لزيارة الأربعين تأريخيا وفقهيا لخطيب شيعي لبناني معاصر حسن البدوي وهذه الطبعة طبعة دار الولاء بيروت لبنان المؤلف حي معاصر إذن نحن نتحدث عن تأريخ يومنا هذا بدأت معكم منذ القرن الرابع الهجري وها نحن في القرن الخامس عشر الهجري بدأت من المفيد المتوفى سنة أربعمية وثلاثة عشر للهجرة وها نحن اليوم في أيام الأربعين من سنة ألف أربعمية أو ستة وأربعين للهجرة هذا الكتاب حاول مؤلفه أن يجمع ما يستطيع أن يجمعه لإثبات الواقعة بصورتها الصحيحة مثل ما فعل محمد علي القاضي الطباطبائي ومثل ما جاء في العنوان تأريخيا وفقهيا فهو يستند إلى التأريخ في إثبات المسألة ويناقش بعض تفريعاتها من وجهة نظر فقهية ما يرتبط بالزيارة وطقوسها وشؤونها لكن أصل الكلام هو في البحث التأريخي وهذا هو إشكال الذي أطرحه على الجميع حقائق الدين لا تأخذ من التأريخ وإذا كان للتأريخ من مساهمة فإن مساهمة التأريخ ستكون في الحاشية سيتبين لكم هذا في حلقة يوم غد لأنني سأتناول الموضوع بحسب المنهج الزهرائي إنما عرضت ما عرضت بين أيديكم ولا زلت عارضا لما كتبه علماء الشيعة استنادا إلى المنطق العلوي من أننا لن نعرف الرشدة حتى نعرف الذي ترك هذا هو منطق أمير المؤمنين فلا بد أن نعرف كيف تخبط علماء الشيعة وإن كان بعضهم قاصدا أن يثبت الصورة الصحيحة لكنه لم يستطع أن يبتعد عن دائرة التخبط وعن دائرة تقديس كلام المراجع والعلماء وعن بذل الجهد لأجل أن نثبت أن المرجع الفلاني قال القولة الفلانية لأجل أن يثبت جانبا من مجريات الأربعي وكل ذلك هراء وكل ذلك تخبط وأنتم اطلعتم بأنفسكم من خلال هذه الشاشة ومن خلال الحلقتين المتقدمتين كيف يتخبط يتخبط مراجع الشيعة الكبار وما خرجوا بصورة واضحة بقيت الصورة مجزوة عبر القرون عبر القرون عبر القرون وإلى هذه اللحظة وحتى الذين ذكروا الصورة الصحيحة بالإجمال فإن الشك بقي يراودهم ولذا وضعوا احتمالات واحتمالات وكل هذا كان واضحا من خلال قراءتي لما كتبوا في أمهات كتبهم وإنني ما نقلت عنهم بالواسطة قرأت من كتبهم نفسها فهذا الكتاب يتناول المسألة بنحو مركز من الجهة التأريخية لأنه يريد إثبات الصورة الصحيحة ومراد من الصورة الصحيحة أن السجاد صلوات الله عليه والعقيلة صلوات الله عليها وأسار آل محمد وصلوا كربلاء في العشرين من صفار في السنة الحادية والستين بعد الهجرة وجرى ما جرى من الوقائع والتفاصيل في أرض كربلاء ومنها توجه إلى المدينة فهذا كتاب معاصر وهو كتاب لا أقول من أنه مفصل لأنه تناول جانبا مما ذكر في كتب علماء الشيعة فما هو بكتاب تفصيلي لكنه كتاب نافع في بابه ما قرأت منه شيئا لأنه لا يوجد فيه شيء جديد الكلام المتقدم الذي ينكر والذي يثبت هو 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 يتردد في الكتاب نفسه وانتقل بكم إلى كتاب آخر لمؤلف معاصر عبد الحسين النيشابوري كتابه تقويم الشيعة وهذا وهذا اللون من الكتب معروف مرت علينا بعض النماذج مسار الشيعة للمفيد من كتب التقاوين تقويم المحسنين للفيض الكاشاني توضيح المقاصد لشيخ البهائي مرت علينا هذه النماذج فضلا عن التقويمات التي تذكر في مجامع الأدعية والزيارات أعود إلى الكتاب الذي بين يدي تقويم الشيعة لعبد الحسين النيشابوري وهذه الطبعة هي الطبعة الخامسة ألف أربعمية وستة وثلاثين هجري قمري قموا المقدسة صفحة سبعة وسبعين في مناسبات شهر صفر الأول من صفر أولا وصول رأس الحسين إلى الشام اتخذ بن أمية هذا اليوم عيدا ابتهاجا بقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ووصول رأسه المقدس إلى الشام ثانيا ورود أهل البيت دمشق بوصول خبر اقتراب السبايا من أهل البيت من دمشق أمر يزيد بهذه الأوامر وذكر التفاصيل التي حدثت في تلك الأيام الثاني من صفر أولا مجلس يزيد في هذا اليوم أدخل سبايا آل الرسول صلى الله عليه وآله مجلس يزيد على نقل وهذا هو المعروف 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 من أن قافلة الأحزان وصلت دمشق في أول صفر وأدخلت إلى قصر يزيد في اليوم الثاني من شهر صفر العشرون من صفر أولا أربعينية سيد الشهداء ويتحدث عنها ثانيا زيارة جابر لكربلة إنه جابر الأنصاري ثالثا عودة أهل البيت من الشام لكربلة المشهور والصحيح أن عيال الحسيني رجعوا في مثل هذا اليوم من الشام إلى كربلة رابعا في الصفحة مئة رد رأس الحسيني إلى بدنه في كربلة فهذا الكتاب أيضا من كتب المعاصرين وهو تقويم للمناسبات الشيعية العقائدية تناول الصورة الصحيحة بتفاصيلها تقويم الشيعة لعبد الحسين النيشابور كتاب ثالث هذه موسوعة عنوانها مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة الموسوعة هذه تتألف من ستة أجزاء وهذا هو الجزء السادس كل جزء من هذه الأجزاء يتناول جانبا من مسيرة الركب الحسيني وكل جزء أوكل إلى مؤلف من مؤلفي الشيعة المعاصرين الجزء السادس من هذه الموسوعة أوكل إلى محمد أمين الأمين الجزء السادس يتناول الركبة الحسينية في الشام ومنه إلى المدينة المنورة هذه الطبعة طبعة دار المرتضى بيروت لبنان وهذه مقدمة مركز الدراسات الإسلامية إلى أن نصل إلى صفحة 318 أذهب إلى موطن الحاج بعد تفصيل من الكلام فالمختار في المسألة أن رجوع آل بيت الرسول صلى الله عليه وآله إلى كربلاء ما كان في الأربعين الأولى ولا الثانية بل في الفترة الواقعة بينهما من أين جاء بهذا الكلام من جيبه الخاص وبسبب انعدام بصيرتهم في الدين وبسبب جهلهم وجهالتهم وأعتقد أن التخبط الذي رأيتم عليه كبار المراجع والعلماء لهو أدل دليل على ما أقول وهذا مثال آخر فهذا العالم المؤلف جمع ما جمع من معلومات في هذا الكتاب الكبير ولكنه وصل إلى هذه النتيجة الشوهة فالمختار في المسألة بعد أن حقق وأطنب في التحقيق والتدقيق والتشقيق وصل إلى هذه النتيجة فالمختار في المسألة أن رجوع آل بيت الرسول إلى كربلاء ما كان في الأربعين الأولى لأن من علماء الشعة من يقول من أن الركبة الحسينية عاد إلى كربلاء في الأربعين الثانية وماذا يقصدون من الأربعين الثانية بعضهم قال في العشرين من صفر في السنة الثانية والستين في السنة القادمة وهؤلاء أغبياء هؤلاء أغبياء إذ هناك من الوقائع والتفاصيل التي تحققت على أرض على أرض الواقع ومن خلالها لا يمكن لا يمكن أن تتحقق زيارة الإمام السجادي والعقيلة والعائلة الحسينية في السنة الثانية أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل وهناك من قال من أن المراد من الأربعين الثانية الأربعون يوما بعد انقضاء الأربعين الأولى يعني بعد ثمانين يوما على مقتل سيد الشهداء وكل هذا هراء لا يوجد ذكر له لا في التأريخ إذا أردنا أن نعود إلى التأريخ ولا يوجد ذكر له في أحاديث العترة الطاهرة ولا يوجد له ذكر حتى في الأشعار وإنما هو شيء من عند أنفسهم وبعد ذلك يطلب منا أن نقدس أقوال المراجع والعلماء وهي لا تساوي فلسا ممسوحا القضية لا تتعلق بموضوع الأربعين هذا منهج هذا منهج مراجع الشيعة على طول الخط في تفسير القرآن واستنباط العقائد واستخراج الأحكام والفتاوى هكذا يشتغلون وهكذا صنعوا لنا دينا سفيها مزيفا لأن العقل هو نفسه ولأن المنهج هو نفسه ولأن طريقة البحث والتحقيق إذا كان هذا يسمى تحقيقا هي هي أكان الموضوع تفسيريا أم كان الموضوع عقائديا أم كان الموضوع فقهيا فتوائيا أم 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 الكلام هو هو العقل هو العقل والمنهج هو المنهج وأدوات البحث هي هي مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة فهناك من قال بأن الإمام السجادة رجع إلى كربلاء في العشرين من صفر في السنة الثانية والستين وهناك من قال بأنه من رجع إلى كربلاء بعد ثمانين يوما الآن محمد أمين الأمين يقول لا وإنما بين الأربعين الأولى والأربعين الثانية يمكن أن يكون بعد ستين يوما بعد سبعين يوما يتسابقون فيما بينهم على إخراج النتائج التخبطية كي يدلوا بدلائهم فالمختار في المسألة أن رجوع آل بيت الرسول إلى كربلاء ما كان في الأربعين الأولى ولا الثانية بل في الفترة الواقعة بينهما هؤلاء هم علماء الشيعة ومؤلفوء الشيعة وكتاب الشيعة ومؤرخوء الشيعة من تخبط إلى تخبط وبالمناسبة فإن الكتاب الأول والكتاب الثاني ليس لهما من قيمة في سوق العلم لكن هذا الكتاب يقال عنه ويقال وأهم ما كتب في هذا الموضوع ما جاء في الصحيح من مقتل سيد الشهداء وأصحابه لمحمد الريشهري محمد الريشهري من علماء إيران وله الكثير من المؤلفات هذا هو المجلد الثاني بمساعدة محمود طباطبائي نجاد روح الله السيد طبائي الصحيح من مقتل سيد الشهداء وأصحابه وهذا هو الجزء الثاني وهو كتاب كبير هذه طبعة دار الحديث للطباعة والنشر ودار الحديث مؤسسة يشرف عليها محمد الريشهري هذه طبعة الثالثة ألف أربعمية وأربعة وثلاثين هجري قمري قموا المقدسة صفحة خمسمية وستة وخمسين هذا الكتاب يعد من أهم الكتب التي ألفت في بابها في زماننا في الأجواء العلمية الشيعية ماذا يقول محمد الريشهري وتحت عنوان التقاء أهل البيت بجابر في كربلاء يتبين من خلال التأمل فيما أوضحناه بشكل مفصل الكلام المفصل مرة نحن الآن نقرأ النتيجة النهائية الخلاصة من كل ما تقدم من تفصيل يتبين من خلال التأمل فيما أوضحناه بشكل مفصل أن عودة أهل بيت سيد الشهداء إلى كربلاء حسب ما رواه السيد بن طاوس من الممكن وقوعها في غير الأربعين حسب ما رواه السيد بن طاوس في كتابه اللهوف على قتل الطفوف من الممكن وقوعها في غير الأربعين ومن الممكن أيضا أن اللقاء مع جابر قد تم في غير الأربعين وذلك بأن يقال إن جابرا بقي في كربلاء فترة أو أقام في الكوفة كل هذا من جيبه الخاص هذه الاحتمالات وهذه الصور ويقال لهذا تحقيق ما هو التحقيق وهكذا يكون المشكلة ليست في الرأي الشهري المشكلة في هذا المنهج العلمائي عبر ما هو أكثر من ألف سنة ومن الممكن أيضا أن اللقاء مع جابر قد تم في غير الأربعين وذلك بأن يقال إن جابرا بقي في كربلاء فترة أو أقام في الكوفة أو حواليها ثم عاد إلى كربلاء أو سافر إلى المريخ وبعد ذلك جاء جابر العنصار بمركبة فضائية في الكوفة أو حواليها ثم عاد إلى كربلاء من جديد لزيارة سيد الشهداء هذه زيارة ثانية لجابر لا وجود لها ولا أثر لها وسؤال الوحيد الذي يبقى دون إجابة في هذا المجال هو أنه لماذا لم ترد الإشارة إلى هذه الحادثة في مصادر الشيعة حتى القرن السابع أنت جاهل يا رجري لقد ذكرها الشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة في كتابه المجالس وذكرها الفتال النيسابوري المتوفى سنة 508 للهجرة في كتابه روضة الواعظين وذكرها وذكرها آخرون وذكرها البيروني في كتابه المتوفى سنة 440 للهجرة والسؤال الوحيد الذي يبقى دون إجابة في هذا المجال هو أنه لماذا لم ترد الإشارة إلى هذه الحادثة في مصادر الشيعة حتى القرن السابع ذكرت في المصادر القديمة عيطا والسؤال الوحيد الذي يبقى دون إجابة في هذا المجال هو أنه لماذا لم ترد الإشارة إلى هذه الحادثة في مصادر الشيعة حتى القرن السابع إن كان مثل ذلك قد حدث حقا سأقرأ عليكم في حلقة يوم غد أو التي بعدها من كتبنا القديمة من كتاب الصدوق مثلا وغيره هذا هو السؤال لماذا لم ترد الإشارة إلى هذه الحادثة في مصادر الشيعة حتى القرن السابع وردت يا أيها الرئيش شهر إن كان مثل ذلك قد حدث حقا وقد حدث ذلك حقا ولا توجد في هذا المجال رواية عن أهل البيت في المصادر القديمة والمعتبرة الرواية التي رواها الصدوق في الأمال رواها عن إحدى بنات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن فاطمة بنت علي سيد الأوصية نعم ذكرت في المصادر المتأخرة معلومات كثيرة في هذا المجال إلا أنه لا يمكن الاستناد إليها وعلى أي حال فإن إنكار أو استبعاد عودة أهل بيت سيد الشهداء بالنحو الذي ذكره المحدث النوري والشيخ عباس القم والأستاذ المطهر لا يبدو صحيحا إذن ما هو صحيح الصحيح هو البقاء على الشكوك الصحيح هو وضع احتمالات لا أصل لها لا في التأريخ ولا حدثت على أرض الواقع وهذا هو التخبط بعينه هذا الكتاب يمثل خلاصة شاملة وكاملة وعامة لكل ما تقدم من الكتب هذا هو الواقع الشيعي التخبط 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 اللا وضوح اللا وضوح اللا وضوح وليس في هذه المسألة فحسب وإنما في كل دين مراجع الشيعة في كل دينهم في التفسير والعقائد والأخلاق والسلوك وفي الفتاوى والأحكام وفي كل ما يستنبطونه من شؤون الدين هذه هي الحقيقة المقشرة من دون مجاملات تقبلون لا تقبلون تصدقون لا تصدقون تتابعون الأمر بأنفسكم وتعودون إلى المصادر أو أنكم لا تفعلون تلك هي مشكلتكم لكن الحقائق أقوى منكم ومني هذه الحقائق واضحة جلية بين نذهب إلى فاصل النتيجة صارت واضحة بين أيديكم إنني عرضت الحقائق جليتا الكتب التي قرأت عليكم منها هي من أهم الكتب في المكتبة الشيعية النتيجة عبر القرون عبر القرون منذ المفيد المتوفى سنة أربعمية واثلات عشر للهجرة وإلى هذه اللحظة ونحن في أيام الأربعين في سنة ألف أربعمية أو ستة وأربعين للهجرة عبر القرون عبر القرون وليس هناك إلا التخبط ليس هناك من وضوح حتى الذين يؤمنون بالصورة الصحيحة هم لا يفقهونها وسيتضح ذلك لكم حينما أعرضوا بين أيديكم القراءة الزهرائية للأربعين ومجريات الأربعين وزيارة الأربعين زيارة الأربعين العنوان ومثلما بيّنت لكم من أن زيارة الأربعين عنوان عنوان ليس لواقعة وحادثة تأريخية وينتهي الكلام عندها زيارة الأربعين عنوان لعبادة لعبادة حقيقية شرطها شرطها الأكبر أن يكون زائر الحسين عارفا بحقه بحق الحسين زيارة الأربعين تشير إلى الجزء الثاني من المشروع العاشرائي الأعظم الجزء الأول يتجلى عنوانه في العاشر من المحرم والجزء الثاني يتجلى عنوانه في العشرين من صفار إنها عاشراء السجاد والعقيلة وأسار آل محمد صلوات الله عليه زيارة الأربعين واجهة عريضة من واجهات الحاضنة الحسينية المهدوية هؤلاء جميعا لا يفقهون هذا المعنى وإنما يبحثون عن حدث تأريخي لا يفقهون هذا المضمون وهذا يكشف عن انعدام بصيرتهم في دينهم هذا التخبط وهذا اللاوضوح وهذا التشكيك وهذه الحيرة يثبت المعنى ثم يعود أدراجه مشككا أو منكرا ثم يطرح احتمالات من جيبه الخاص لا حقيقة لها لا جرت على أرض الواقع ولا يوجد لها ذكر في أي كتاب من الكتب ويبني عليها ثم يتركها ويذهب إلى احتمال آخر ويمجد بقول مرجع أساسا هو يتخبط أيضا ويجعل من قوله الذي هو قول متخبط يجعل منه أساسا وموثقا ووثيقتا بل يذهب إلى تقديسه وتبجيله وهو لا يستحق أن يلقى في المزبلة هكذا ضحك علينا وهكذا يضحك على الشيعة إلى الآن والعكاية مستمرة مستمرة لا أعتقد أنها ستتوقف مدام هذا المنهج الأخرق الذي عليه مراجع الشيعة وعلماء الشيعة يستخرجون الدين وفقا له وتلك هي مشكلته مشكلة مراجع الشيعة وعلماء الشيعة ومؤلفي الشيعة هي هذه مشكلتهم في المنهج هذا المنهج الذي جعلهم جعلهم لا يفقهون الجزء الأول من المشروع العاشرائي هو 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 الذي جعلهم لا يفقهون الجزء الثاني من المشروع العاشرائي مراجع النجف مراجع النجف وكربلاء المراجع الطوسيون الكتاب المؤلفون المفكرون كما يحلو لبعضهم أن يوصفوا بمثل هذه الأوصاف الخطباء الشعراء الذين يتحدثون عن سيد الشهداء ويتحدثون عن عاشراء هكذا يحدثوننا في عقائدهم في فقههم في عرفانهم في خطبهم في بياناتهم السياسية في أجوبتهم وفتاواهم في كل ما يصدر عنهم بخصوص الحسين ونهضة الحسين يقولون من أن نهضة الحسين أدت إلى زوال حكم بني أمي وأدت إلى هداية الأمة وهذا الكلام لا حقيقة له الخلفاء الأمويون الذين جاءوا من بعد يزيد كانوا أسوأ من صحيح أن يزيد ارتكب أكبر جريمة في كربلاء ولكن الذين جاءوا من بعده كانوا أسوأ من لأنهم استثمروا في هذه الجريمة واستمر حكمهم حكم الأمويين فمتى سقط الحكم الأموي بسبب نهضة الحسين استمروا في فسادهم وعهرهم وظلمهم ونجاستهم وذهبوا بعيدا في تدميرهم لدين رسول الله صلى الله عليه وآله وفعلوا ما فعلوا وأين هذه الأمة المهتدية أين هذه الأمة المهتدية هؤلاء مراجع الشيعة وعلماء الشيعة يتخبطون في شؤون الحسين وآل الحسين هؤلاء بين أيديكم فأين هذه الهداية إذا كان مراجع الشيعة وعلماء الشيعة يتخبطون في فهم شؤون المشروع الحسيني ولا يمتلكون صورة واضحة أين هي هذه الهداية هذا كذب كذب وهذا يخالف منطق العترة الطاهرة أقرأ عليكم على سبيل المثال وسائل الشيعة للحر العامل وهذه طبعة المكتبة الإسلامية إنها أشهر طبعات الوسائل هذا هو الجزء السابع صفحة ميتين وثلاث طعش إنه الباب الثالث عشر الحديث الأول بسنده بسند الحر العاملي عن أبي جعفر الثاني إنه إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه محمد ابن إسماعيل الرازي يقول للإمام الجواد ما تقول في الصوم فإنه قد روية أنهم لا يوفقون لصوم هذه الأمة هذه الأمة الملعونة التي قتلت حسينا ولقد قتلت محمدا وقتلت علي وقتلت فاطمة وقتلت الحسن المجتبى هذه الأمة هي التي قتلتهم لكن الكلام عن حسين هنا صلوات الله عليهم جميعا وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين فمحمد فمحمد ابن إسماعيل الرازي يقول للإمام الجواد ما تقول في الصوم فإنه قد روية أنهم لا يوفقون لصوم هذه الأمة الملعونة التي كذبا يقال لنا من أنها الأمة المرحومة هكذا يقال في الإعلام وفي كلام رجال الدين من الشيعة والسنة وهي أمة ملعونة لأنها غدرت بالغدير وقتلت فاطمة وقتلت الحسين وهي جارية على هذا المنوال قد يقول قائل والشيعة فإن الإمام صادق تحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه أين الهداية في هذه الأمة أين الهداية في أي مكان فهذا الرازي يقول لإمام الجواد ما تقول في الصوم فإنه قد روي أنهم لا يوفقون لصوم فقال الإمام الجواد أما أنه قد أجيبت دعوة الملك فيهم قال فقلت وكيف ذلك جعلت في ذاك قال إن الناس لما قتلوا الحسين أمر الله تبارك وتعالى ملكا ينادي ينادي أيتها الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيها لا وفقكم الله لصوم ولا فطر فلا أنتم على طاعة في شهر رمضانكم ولا أنتم على طاعة في شهر شوالكم لا في الصوم ولا في الفطر ليس لكم من توفيق أمة سلب توفيقها أمة مخذولة ملعونة فأين هذا الذي يذكره مراجع الشيعة من أن الأمة قد اهتدت بعد مقتل الحسين أين هذه الهداية هم أنفسهم الإمام يقول عنهم من أن هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة والرواية معروفة ولطالما حدثتكم عنها في برامجي ولطالما شرحتها وسأعود إليها أيضا في برامجي القادمة إن الناس لما قتلوا الحسين أمر الله تبارك وتعالى ملكا ينادي أيتها الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيها لا لا وفقكم الله لصوم ولا فطر الحديث الثاني بسنده بسند الحر العاملي عن رزين عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه لما ضرب الحسين بن علي بالسيف فسقط ثم ابتدره ليقطع رأسه نادى مناد من بطنان العرش من بطنان العرش يعني من وسطه ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها فهذه الحيرة والضلال منذ رزية الخميس النبي قال لهم قال لهم إنني أريد أن أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا فماذا قال عمر قال إن الرجل ليحجر حكاية رزية خميس هذه هي الأمة المتحيرة الضالة نادى مناد من بطنان العرش ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها لماذا لأنها لم تتمسك بالكتاب والعترة وهذا الكلام ينطبق على الشيعة والسنة الشيعة أيضا مراجع الشيعة لا يتمسكون بالكتاب والعترة الدليل تفاسيره الدليل عقائده يأخذون عقائدهم من علم الكلام الناصبي ويفسرون القرآن وفقا لمناهج النواصب وفقا للمنهج العمري تفاسيرهم موجودة عقائدهم موجودة أما فتاواهم فإنهم يستنبطونها وفقا لطريقة الاستنباط الشافعي وأدل دليل سلوهم ما هي مصادر التشريع عند مراجع الشيعة سيقولون لكم الكتاب السنة الإجماع العقل في أي مكان ذكر رسول الله ذلك إن النبي أمرنا أن نتمسك بالكتاب والعترة فقط وقال لنا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا فيفترض أن مصادر التشريع هي الكتاب والعترة وانتهينا هذه وصية رسول الله فمن أين جئنا بالكتاب السنة الإجماع العقل إنها مصادر التشريع عند الشوافع لكنهم قلبوا القياس إلى العقل وفي النتيجة العقل عندهم هو القياس فمصادر التشريع عند الشوافع هي الكتاب السنة الإجماع القياس أنا لا أريد أن أخوض في التفاصيل لكن الحقيقة هي هذه إذا أردتم أن تطلع على التفاصيل عودوا إلى برامج المفصلة بالتحقيق والتدقيق وفي مئات ومئات من الساعات ومئات من الوثائق والأدلة والدقائق والبراهين ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها لا وفقكم الله لأضحى والإشارة إلى الحجن ولا لفطر والإشارة إلى الصيام ثم قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثأر بثأر الحسين إلى قيام القائم فأين الهداية يضحكون عليكم ويضحكون على أنفسهم أين الهداية في هذه الأمة قد تقولون إذن ما هي النتائج المترتبة على مقتل الحسين صلوات الله وسلامه علي سيأتي الحديث عن هذا لكنني أريد أن أبين لكم مدى جهل هؤلاء أتحدث عن مراجع الشيعة الكبار وعن كبار الخطباء وعن كبار الشعراء وهم يضحكون عليكم من أن الحسين حينما قتل أدى ذلك إلى هداية الأمة الأمة تزداد الضلال وازداد بعدا عن دين الله وكفرت بدين الله الروايات والأحاديث عندنا من أن الأمة ارتدت بعد مقتل الحسين أحاديث أهل البيت هي التي تقول لست أنا مثل ما ارتدت الأمة بعد مقتل رسول الله حينما قتل الصحابة بالتعاون مع بعض زوجات النبي قتلوا رسول الله تسميما فإن الأمة ارتدت إلا قلة قليلة الحال هو هو بعد مقتل سيد الشهداء فإن الأمة ارتدت إلا أفراد قلائل التصقوا بإمامنا السجاد هذه أحاديث العترة ما هي أحاديث فلا جرم والله الإمام الصادق يقول فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثأر بثائر الحسين هذا ما جاء في وسائل الشيعة غيبة النعماني ماذا نقرأ فيها النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة الحر العام المتوفى سنة 1104 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة صفحة 144 حديث طويل إنه الحديث الثالث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحدث حذيفة بن اليمان وهو من خواصه مثل ما كان من خواص رسول الله صلى الله عليه وآله حديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة من فماذا يقول أمير المؤمنين يحدثه عن مقتل الحسين صلوات الله عليه ويقول أمير المؤمنين فلعنت أمة تقتل ابن بنت نبيها ولا تعز من أمة ستبقى ذليلة وبقيت هذه الأمة ذليلة وستبقى ذليلة بين الأمم ولعن القائد لها والمرتب لفاسقها هذا هذا الأمر خطط له أيام رسول الله حينما اجتمع الصحابة اللعناء وتعهدوا فيما بينهم وكتبوا الصحيفة المشؤومة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا من أن الحسين متى قتل إذا كتب الكتاب قتل الحسين الكتاب هنا يراد من الصحيفة المشؤومة التي كتبت أيام رسول الله سرا مجموعة من الصحابة المنافقين اللعناء كتبوا الصحيفة المشؤومة ثم نفذوها عمليا في سقيفة بني ساعد الحسين لم يقتل في السقيفة وإنما قتل في يوم الصحيفة الصادق يقول إذا كتب الكتاب وهذا ما هو قول الصادق صلوات الله عليه ينقله عن رسول الله وهذا ما هو قول رسول الله النبي ينقله عن الله هذا قول الله إذا كتب الكتاب قتل الحسين هذا قول الله ينقله الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وآله فلعنة أمة تقتل ابن بنت نبيها الرواية في الجزء الثامن من الكاف الشريف أتحدث عن رواية إذا كتب الكتاب قتل الحسين فلعنت أمة تقتل ابن بنت نبيها ولا تعز من أمة ولعن القائد لها والمرتب لفاسقها فوالذي فوالذي نفس علي بيده لا تزال هذه الأمة بعد قتل الحسين ابن في ضلال أين هذه الهداية يا أيها المراجع اللعناء أين هذه الهداية فوالذي نفس علي بيده لا تزال هذه الأمة بعد قتل الحسين ابن في ضلال وظلمة وعسف وجور واختلاف في الدين وتغيير وتبديل لما أنزل الله في كتابه وإظهار البدع وإبطال السنن واختلال وقياس مشتبهات وترك محكمات حتى تنسلخ من الإسلام وتدخل في العمى والتلدد والتسكع التلدد والتسكع إنها الضلالة في أسفه صورها إنها الضلالة في أتفه حالاتها ضلال مع سفاهة مع تفاهة مع حقارة مع جهالة هذا هو التلدد والتسكع هذا حال الأمة بعد مقتل الحسين أمير المؤمنين يقولوا هكذا وأولاء المراجع أولاء الثولان يقولون لنا من أن الأمة تهتدت أين هي هذه الهداية أنتم أنفسكم ضالون وأنتم أضروا على الشيعة كما يقول الصادق صلوات الله عليه أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هذا كلام صادقي ما هو كلامي والذي يحدثنا به إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليهم جميعا فوالذي نفس علي بيده لا تزال هذه الأمة بعد قتل الحسين بن في ضلال وظلمة وعسف وجور واختلاف في الدين وتغيير وتبديل لما أنزل الله في كتابه وإظهار البدع وإبطال السنن واختلال وقياس مشتبهات وترك محكمات حتى تنسلخ من الإسلام وتدخل في العمى والتلدد والتسكع وهذا ينطبق على الشيعة والسنة السنة تدخل في ضلال منذ مقتل رسول الله والشيعة تدخل في ضلال منذ بداية الغيبة الكبرى حينما تركوا دين الأطهار وذهبوا يتلددون ويتسكعون بعيدا عنه مثل ما جاء في رسالة إمام زماننا التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة ومن خلاله وجهت إلى زعماء الشيعة ومراجع الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم الخطاب لمراجع الشيعة وليس للبقالين أو الخياطين أو النجارين ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ذهبوا يتلددون ويتسكعون في مزابل نواصب سقيفة بني ساعدة وجاءونا بدين من هناك ألا لعنة الله على دينهم على دين مراجع النجف وكربلاء حتى تنسلخ من الإسلام هذه الأمة وتدخل في العمى والتلدد والتسكع ثم يخاطب أمير المؤمنين بني أمية يخاطبهم ليس بنحو مباشر وإنما يخاطبهم في حديثه مع حذيفة ابن اليمان ما لك يا بني أمية لا هديتي يا بني أمية وما لك يا بني العباس لك الأتعاص أين الهداية والأمة تولاها الأمويون الأنجاس أبناء الزواني وجاء بعد ذلك العباسيون أبناء الشيصبان أبناء الشيطان ما لك يا بني أمية لا هديتي يا بني أمية وما لك يا بني العباس لك الأتعاص فما في بني أمية إلا ظالم فمتى سقط الحكم الأموي ها هو يؤكد لنا حمير المؤمنين قبل مقتل الحسيني من أن الظلم الأموي سيبقى مستمرا فما في بني أمية إلا ظالم ولا في بني العباس إلا معتد متمرد على الله بالمعاصي قتال لولدي هتاك لستري وحرمتي فلا تزال هذه الأمة هكذا يصف أمير المؤمنين يصف هذه الأمة زمن الأمويين زمن العباسيين وما بعد العباسيين إلى الزمن العباس الثاني فلا تزال هذه الأمة جبارين يتكالبون على حرام الدنيا منغمسين في بحار الهلكات وفي أودية الدماء هذا هو حال الأمة أين الهداية أين الصلاح في هذه الأمة يا أيها المراجع الأغبياء الثولان أتحدث عن المراجع الطوسيين في حوزة النجف وكربلاء وعن أمثالهم في سائر البقاع الشيعية الأخرى أمير المؤمنين في الحديث نفسه قال لحذيفة إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وهذا هو الذي فعله علماه الشيعة لأن نواصب سقيفة بني ساعدة أساسا لا يعتقدون أن لأهل البيت علما وإنما يقولون هذه أكاذيب الشيعة الذين يعتقدون أن لأهل البيت علما الذين يقولون نحن شيعة وهؤلاء هم الذين أنكروا علم أهل البيت وأبطلوه الواقع هكذا يقول قارنوا الآن بين منطق العترة فيما يرتبط بنهضة الحسين وبين منطق مراجعكم وخطبائكم ما هو الحديث يتحدث عن هذه الحقيقة وأمثالها إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته إما أن يقتل جسديا وإما أن يقتل معنويا فالراوية إما أن يقتل جسديا بسفك دمه وإما أن يقتل معنويا عبر الأساليب التي تحول فيما بينه وبين الشعة أن ينتفع من روايته لحديث أهل البيت إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه يتلوه وليس يكتبه لأن الذي يكتب الحديث ما هو براوين ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا لهذا لهذا فإننا جعلنا من قناة القمر نافذة يتلى من خلالها حديث أهل البيت لأن الذي يكتب الحديث على الورق ما هو براوية حديث راوية الحديث هو الذي يحدث بلسانه يروي الذي يروي يتكلم وليس يكتب وهذا هو ديدن رسول الله يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يعلمهم من خلال كلامه لا من خلال أن يؤلف كتبا له هذا لا يعني أن تأليف الكتب شيء سيء لكن الأولوية في منهج أهل البيت في الكلام في الكلام وفي زماننا هو الإعلام وعمليا فإن الإعلام هو الأكثر تأثيرا وهو الأقوى والأنفع في نشر فكر أهل البيت أقوى بكثير وأنفع بكثير من الكتب التي تكتب على الورق إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا فأين الهداية في هذه الأمة إذا كان مراجع الشيعة هم الذين يفعلون بروات الحديث هذا وعامة الشيعة تتبعه وهذا الأمر يجري منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة وماذا نقرأ أيضا في غيبة النعماني صفحة ميتين وخمسة واربعين إنه الحديث الثلاثون بسنده بسند النعماني عن حمران ابن أعين عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا يفحص بدمه هذا هو حال دين العترة الطاهرة والإمام يتحدث مع الشيعة كأنني بدينكم هذا فيما بينكم كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا متخضخضا جراحاته كثيرة وهو في اللحظات الأخيرة يتحرك من الألم وبعد ذلك بهنيئة ستفارق روحه الحياة ومن هنا فإننا نقرأ في دعاء الندبة الشريف ونحن نخاطب إمام زماننا أين محي أين محي هو الذي يحي يحي القرآن ويحي الدين ويحي أهل الدين سأقرأ عليكم سأقرأ عليكم كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا يفحص بدمه ثم لا يرده عليكم إلا رجل منا أهل البيت فيعطيكم في السنة عطاءين إنه صاحب الأمر أما مراجع الدين فإنهم يدمرون هذا الدين أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا يفحص بدمه ما قال لنا فإن مراجعكم هم صمام الأمان صمام الخراء ما قال لنا هكذا قال هذا الدين سيقتل هذا الدين سيلطخ بدمائه ولن يعيده حيا إلا قائم آل محمد صلوات الله عليه كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا ولذا وظيفتنا التمهيد إننا نمهد لإمامنا الذي يمهد لا يعني أنه على دين صحيح ولا يعني أنه على دين سليم أحاديث أهل البيت تقول لنا من أن الإيمان زمان غيبة القائم يكون ناقصا عند المؤمنين في أفضل أحوالهم في أفضل أحوالهم يكون إيمانهم ناقصا حتى يعود مركز الإيمان حتى يعود سيد الإيمان وأصل الإيمان وحقيقة الإيمان قائم آل محمد كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا يفحص بدمه أي صورة عجيبة هذه يفحص بدمه يتقلم لقد سفك دمه على الأرض ومن شدة الألم والوهجع إنه يقلب رجليه يتقلب يمينا وشمالا كطائر المذبوح كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا يفحص بدمه ثم لا يرده عليكم إلا رجل منا أهل البيت وهل هناك غيره إنه قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل ماذا يقول إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه في الزيارة التي نعرفها إنها زيارة ناحية المقدسة نني أقرأ عليكم من الجزء الثامن والتسعين من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1110 للهجرة وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان ماذا نقرأ في كلمات قائم آل محمد فالويل للعصاة الفساق يا أبا عبد الله يا أيها العطشان يا أيها الذبيح فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام أي إسلام هذا الذي تتحدثون عن أي إسلام هذا لقد قتل الإسلام بقتل الحسين هذا قائم أهل محمد هو الذي يقول لقد قتلوا بقتلك الإسلام أما هذا المنطق هذا منطق القطبيين هذا منطق المودود والندوي منطق أولئك الهنود بحسب مشاكل بلادهم وهم من نواصب السقيفة بني ساعد حسن البنى وسيد قطب والذين من أمثالهم لعنة الله عليهم جميعا هم الذين استوردوا هذا الفكر استوردوا هذا الفكر ثم جاء القطبيون الشيعة واستوردوا الفكر هذا لنا الذي يطرح على المنابر في زماننا ويذكر في البيانات السياسية وكل ذلك يتنافر بدرجة مئة بالمئة مع منطق قائم آل محمد فهل هؤلاء شيعة لقائم آل محمد قائم آل محمد هكذا يقول من أن الإسلام قد قتل وهؤلاء الأغبياء في أحسن أحوالهم أن يوصفوا بهذا الوصف من أصحاب العمائم الكبيرة يقولون من أن الإسلام زهت شجرته ومن أن الأمة رجعت إلى دينها متى رجعت هذه الأمة الضالة متى رجعت لقد رجعت القفقرة إلى جاهليتها لو كان الأمر مثل ما تقولون لماذا يحدثنا أمير المؤمنين عن الشيعة عن الشيعة ومن أن تيههم سيكون أضعاف تيهب بني إسرائيل في زمن غيبة قائم آل محمد صلوات الله عليه من أن تيه الشيعة سيكون أضعاف تيهي بني إسرائيل فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام عطلوها هذا لا يعني أنهم لم يصلوا هناك من لا يصلي ولكن الصلاة والصيام لا معنى لها من دون ولاية علي من دون ولاية علي فإن الصلاة معطلة وإن صيام معطل ومر علينا قبل قليل من أن هذه الأمة المتحيرة الضالة لن توفق لن توفق لا لأضحى ولا لفطر حتى يقوم قائم آل محمد فالويل للعصاة الفساق تلاحظون أن منطقهم واحد الهراء عند مراجعنا الضلال والخراء عند مراجعنا الهدى والحقائق عند قائم آل محمد فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن وهملجوا في البغي والعدوان الهملجة نوع من أنواع حركة الخيول وفي بعض النسخ وهجموا في البغي والعدوان والمعنى واحد فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن وهملجوا في البغي والعدوان لقد أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله موتورا بقتل الحسين وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا وغدر الحق إذ قهرت يا حسين إذ قهرت مقهورا وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل ألا لعنة الله على حوزة النجاف ألا لعنة الله على خطبائها الذين ضللوا الشيعة ولا زالوا يضللون الشيعة هذا هو منطق قائم آل محمد أين هذا أين هذا من منطق مراجع النجاف إنه منطق الضلال وهذا هو سر تخبطه هذا هو سر ضلاله هذا هو سر تخبطه لأنهم تركوا منهج بيعة الغدير هذا موضوع مفصل والوقت يجري سريعا الوقت يجري سريعا نحن حينما نقرأ في زيارة الأربعين هذه العبارة هذا النص المروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في زيارة الحسين يوم الأربعين يوم العشرين من صفر نتحدث عن الحسين حيث تقول الزيارة فأعذر في الدعاء أعذر في الدعاء لهذه الأمة الظالمة فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك في الله سبحانه وتعالى وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة الكلام هنا عن المجموعة القليلة التي استجابت له فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة إنهم أنصاره إنهم أنصاره الذين قتلوا معه ولذا في رسالته إلى بن هاشم من أن الذي لا يلتحق به ماذا ستكون عاقبته لا يدرك الفتح الفتح مع الذين استشهدوا معه والفتح مع القلة القليلة التي التصقت بالسجاد بعد عاشراء وإلا فإن الأمة ارتدت بعد عاشراء الأمة كلها هذه أحاديث العترة الطاهرة ما هي أحاديثي أنا لا أستطيع أن آتيكم بكل المصادر في هذا الوقت الضيق وفي هذه العجالة من الزمن لا أستطيع أن آتيكم بكل الكتب إنما آتيكم بالنصوص الأهم والنصوص الأوضح فحينما نقرأ في زيارة الأربعين هذا المضمون فإن المضمون يتعلق ويرتبط بقلة قليلة هذه القلة القليلة أبرز مصاديقها الذين استشهدوا في كربلاء لأن الزيارة هكذا تقول فأعذر في الدعاء هذا الدعاء ما قبل الواقعة فأعذر في الدعاء الدعاء هنا بمعنى الدعوة إلى الحق الدعوة إلى الهداية لقد دعى الناس إلى دين العترة الطاهرة مثل ما قال إنني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب هذه كلمات الحسين هذا مثال من أنثلة دعوته فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة الذين استشهدوا معه والذين التصقوا بالسجاد بعد ذلك والذين ساروا على هذا النهج وإلى هذه اللحظة الذين ساروا على النهج الصحيح لا على نهج الطوسيين اللعنى وهؤلاء قلة قليلة هؤلاء قلة قليلة جدا وهذا يتضح لنا من رواية التخليد إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري وهذه طبعة ذوي القربى الطبعة الأولى قموا المقدس الرواية طويلة في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المائتين بعد أن يتحدث إمامنا الصادق عن أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى سيكونون مثل ما يقول وهم أنا أقرأ كلمات الإمام الصادق صلوات الله عليه وهم أضر على ضعفاء شيعتنا والمراد من الضعفاء ضعفاء العقول وليس المراد منهم أن يكونوا ضعفاء الأبدان إنهم ضعفاء العقول تلك العقول التي طمرت 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 تحت ضلالي وسفاهتي وتفاهتي وجهالتي مراجع الشيعة عبر القرون كهذا التخبط الذي عرضته عليكم يتجمع على العقل الشيعي حتى يطمره وهكذا طمر العقل الشيعي وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه ويقول عنهم أيضاً علماء السوء الناصبون هؤلاء ناصب الشيعة المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة بهذا التخبط هذا التخبط موجود في كل الأبحاث الدينية في كل الموضوعات وفي كل ما يقال له تحقيقات في التفسير والعقائد والفتاوى هذا التخبط إنني أواجهه منذ أكثر من أربعين عاماً وأنا على صلة مستمرة بالمكتبة الشيعية في ليلي ونهاري منذ أكثر من أربعين عاماً وأنا أواجه هذا التخبط في كل كتاب لأي مرجع شيعي حينما أفتحه بين يدي في أي موضوع من الموضوعات يدخلون الشك والشبهة بهذه الاحتمالات الواهنة وبهذه الافتراءات التي لا علاقة لها بما جرى على أرض الواقع احتمالات لا حقيقة لها يفرضونها ويرسمون على أساسها صورة ثم بعد ذلك يحاربون الذين يرفضون هذه الأكاذيب يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب هذا حال الشيعة المراجع أضل أنفسهم وأضل الشيعة وماذا بعد هل انتهى الموضوع الإمام الصادق يقول لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر المرجع الشيعي الأعلى لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواف كلام الإمام واضح هناك قلة قليلة سينجون هؤلاء هؤلاء هم ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلال هؤلاء هم القلة القليلة وإلا فإن المراجع أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه ومقلدوهم وأتباعهم على الضلال لأن الإمام هكذا قال فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب بل سيوجهونهم إلى حرب الحق إلى حرب دين العترة الطاهرة حينما تبين حقائقه هذا هو الذي يجري على أرض الواقع وما الحرب التي تشن على قناة القمر وعلى شخصي ولا قيمة لشخصي لكنه مثال واقعي إلا مصداق حقيقي لهذا الذي أقرأه عليكم أنا لا أبالي لا أبالي الدنيا أيام وتنتهي لكن الواقع الذي يجري على الأرض هو هذا بعينه هو هذا بعينه فحينما نذهب إلى دعاء الندبة الشريف ونقرأ هذه العبائر هذه العبائر لا علاقة لها باليهود أو النصارى ولا علاقة لها بأتباع سقيفة بني ساعد الحديث هنا في الوسط الشيعي كل الكلام في الوسط الشيعي دعاء الندبة دعاء شيعي في كل حرف من حروفه يتحدث عن الواقع الشيعي حينما نقرأ أين المعد لقطع دابر الظلم في الواقع الشيعي أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده سؤال بغض النظر عن العبائر المتقدمة هذه العبارة تتحدث عن الشيعة أم عن السنة السنة لا علاقة لهم بدعاء الندبة أنا أسألكم أنتم الذين تقولون نحن شيعة تفاسير المراجع في المكتبة الشيعية من أولها إلى آخرها هل يوجد فيها تفسير اعتمد منهج بيعة الغدير اذكروا لي تفسيرا واحدا فقط أريد تفسيرا واحدا والله لقد قلبت المكتبة الشيعية من أولها إلى آخرها لم أجد تفسيرا واحدا من تفاسيري مراجع الشيعة قد فسر القرآن وفقا لمنهجي بيعة الغدير وأتحداكم أن تأتوني بتفسير أعرضوه لي وأنا سأبين لكم كيف ينافر منهج بيعة الغدير لا تشتبهوا فإنني لا أتحدث عن جوامع الأحاديث التفسيرية وتقولون على سبيل المثال تفسير القم تفسير العياش تفسير البرهان هذه ما هي بتفسير كتبها العلماء وإنما قام بعض علماء الشيعة بعض محدث الشيعة فجمعوا فيها ما جمعوا من الأحاديث التفسيرية المروية عن العترة الطاهرة أنا لا أتحدث عن هذه الكتب وإنما أتحدث عن تفسير التبيان مثلاً للطوسي عن مجمع البيان للطبرسي عن الميزان للطباطبائي عن البيان للخوئي عن وعن 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 عن التفاسير التي كتبها مراجع النجف وكربلا أتحدث عن تفسيري محمد الشيرازي وعن تفسيري محمد حسين فضل الله وعما كتبه محمد باقر الصدر في التفسير أتحدث عن هذه الكتب أتحداكم أن تأتوني بتفسير واحد لمراجع الشيعة كتبوه وفقاً لمنهج بيعة الغدير اذكروا لي هذا التفسير وسأكشف لكم عن عوراته لأنني أقول كلامي هذا عن تحقيق وتدقيق وعن متابعة أكيدة لكل ما كتبه مراجع الشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة ما كتبوه في التفسير وكلما امتد الزمان كلما ابتعد مراجع الشيعة في تفسيرهم للقرآن عن منهج علي وآل علي وهذا الموضوع تحدثت عنه كثيراً وهناك العشرات والعشرات من الساعات تحدثت فيها عن هذا المطلب وبالوثائق والحقائق والأدلة والدقائق إنني لا أطدق الكلام هكذا جزافاً على عواهنه إنما أتحدث عن بحث وعن متابعة وعن تقصي عن تقص دقيق في المكتبة الشيعية منذ ما كتب الشيعة في أوائل الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا فالكتاب ميت بين مراجع الشيعة ولذا سائر التعابير تنطبق عليهم مثلما تنطبق هذه العبارة على الشيعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله الدين ميت لا زال دينكم هذا متخطخضاً يفحص بدمه حتى يقوم مقائم أهل محمد ألا تلاحظون أن أدعيته وزياراته ورواياته وخطبه وكلماتهم تصب في مجرى واحد هذا هو الواقع الشيعي أين المعد لقطع دابر الظلم أين أنت يا بقية الله أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاصم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاصد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء ما هذا التخبط الذي مر علينا في موضوع زيارة الأربعين من المصاديق الواضحة للزيغ والأهواء أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والإفتراء أين مبيد العتات والمرد أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد الإلحاد في ثقافة أهل البيت الإلحاد في أسماء الله الحسنى وهذا هو منطق القرآن القرآن حين استعمل هذا المصطلح لم يستعمله في الإلحاد في إنكار وجود الإله وإنما في إمانة وتحريف الأسماء الحسنى وهذا الموضوع يرتبط ارتباطا مباشرا بمحمد وآل محمد لأن الأسماء الحسنى هم صلوات الله عليهم أما نواصب سقيفة بني ساعد ونواصب سقيفة بني طوس يقولون من أن الأسماء الحسنى هي هذه الألفاظ التي ذكرت في القرآن الرحمن الرحيم الغفور الكريم هذه صورة لفظية للأسماء الحسنى وليست هي الأسماء الحسنى الأسماء الحسنى في حقيقتها محمد وآل محمد صلوات الله عليه موضوع خارج عن البرنامج يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع كي تطلعوا على هذه التفاصيل فالإلحاد بحسب القرآن وبحسب ثقافة العطرة إنه الإلحاد الإمالة والإخراج والتحريف في مضمون أسماء الله الحسنى أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء هؤلاء أعداء العطرة إنهم من الشيعة الإمام الصادق قال للمفضل قال يا مفضل الناصبة الإمام يشير إلى نواصب سقيفة بني ساعدة الناصبة أعداءكم والمقصرة أعداؤنا أعداء العطرة المقصرة هم علماء الشيعة والإمام بيّن ذلك للمفضل الرواية طويلة طويلة لا مجال لذكرها يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع تحدثت في هذا الموضوع مرارا وكرارا يا مفضل الناصبة أعداءكم أعداء الشيعة وأما المقصرة وهم علماء الشيعة أعداؤنا أعداء العطرة أين معز الأولياء ومذل الأعداء في الدعاء نفسه بعد قليل سيأتي تعريف الأولياء وتعريف الأعداء ماذا نقرأ بعد ذلك أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هؤلاء هم الأولياء الذين يتوجهون في دينهم وفي عباداتهم إلى صاحب الأمر الذين لا يفعلون هذا هم الأعداء من الذين لا يفعلون هذا هم مراجع الشيعة أقرأوا رسائلهم العملي هم الذين يصدرون الفتاوى بحسب المذاق الشافعي هؤلاء هم الأولياء الدعاء هو الذي شرح هذا الدعاء هو الذي قال أين معز الأولياء ومذل الأعداء وبعد ذلك قال أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هذه عقيدة الأولياء الذين لا يعتقدون بهذه العقيدة هم الأعداء كل هذا في الجو الشيعي فكم عدد هؤلاء الذين يدينون بهذه العقيدة على وجهها الأكمل أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هؤلاء هم القلة الذين تحدثت عنهم زيارة الأربعين والذين يستنقذون حسينيا ومهدويا في الحاضنة الحسينية المهدوية نذهب إلى فصل أعتقد أن الصورة باتت واضحة ألخص ما مر من كلام من خلال الجولة التي أخذتكم فيها في المكتبة الشيعية منذ القرن الرابع الهجري حيث ابتدأت الغيبة الكبرى الغيبة الكبرى ابتدأت سنة 329 للهجرة بعد وفاة النائب الرابع علي بن محمد السمري في شعبان سنة 329 للهجرة بدأت الغيبة الكبرى وانا بدأت أعرض الكتب بين أيديكم منذ زمان المفيد الذي توفي سنة 413 للهجرة فهو من مراجع القرن الرابع الهجري من مراجع الزمن الأول والوقت الأول لمرحلة الغيبة الكبرى منذ ذلك التاريخ وإلى هذه اللحظة أخذتكم في جولة النتيجة الواضحة من كل ذلك هناك تراكم تراكم متواصل عبر القرون للتخبط ولعدم الوضوح ولانعدام البصيرة في الدين وأعتقد أن صورة كانت جلية وواضحة بين أيديكم إنني لا غيرت شيئا ولا حرفت شيئا المصادر موجودة وبإمكانكم أن تعودوا إليها بدأت معكم من القرن الرابع الهجري وانتهيت إلى يومنا هذا ونحن نعيش في القرن الخامس عشر الهجري النتيجة التخبط وبعده التخبط وقبله التخبط وفوقه التخبط والتخبط يقود إلى التخبط وكل ذلك يقود إلى عدم الوضوح ويطلب منا أن نقدس هذا التخبط ويطلب منا أن نصف هذا التخبط بأنه تحقيق وعلم ومن أنه نتاج جهابث وأساطين ومحققين وهم والله لا يستحقون حرفا واحدا بل لا يستحقون جزءا من حرف واحد من هذه الكلمات جهالة فوق جهالة وسفاهة فوق سفاهة وتفاهة فوق تفاهة والنتيجة تخبط في تخبط في تخبط إن عدم للبصيرة في الدين بشكل واضح وسافر جدا هذا أولا وكان الأمر واضحا وثانيا أين مشكلتهم مشكلتهم في منهجهم وجئتكم بمثال وهو مثال واضح نهضة الحسين لم يترتب عليها أن الأمة اهتدت وأن الحكم الأموية قد زال التأريخ أمام أعيننا والواقع بين أيدينا استمر الحكم الأموي وجاء من بعده ما هو أسوأ منه ويذهب حكم سيء ويأتي حكم أسوأ وإلى يومنا هذا وإلى هذه اللحظة أما الضلال فإنه يزداد انتشارا يوما بعد يوم في الوسط الشيعي قبل الوسط السني ولذا فإن الإمام الصادق يصف مراجع الشيعة بأنهم أضروا من جيش يزيد فهم أضروا من علماء السنة هذا هو الواقع الشيعي الواضح الصريح إنما قمت بهذا تطبيقا للمنطق العلوي إنكم لن تعرفوا الرشدة حتى تعرفوا الذي ترك الصورة صارت واضحة أذكركم بهذه الحقيقة والتي سأعمل على تطبيقها عمليا في حلقة يوم غد من أن الدين الذي يكون عاجزا ضمن دائرة معارفه يكون عاجزا عن إثبات حقائقه ومعالمه وخصائصه ويكون محتاجا إلى التأريخ والمؤرخين هذا دين المزابل دين الشياطين ودين العترة الطاهرة ما هو بدين المزابل ولا هو بدين الشياطين إنه دين الله سأثبت لكم من أن دين الله لا يحتاج إلى التأريخ ولا إلى المؤرخين إنه يثبت حقائقه بنفسه وإذا كان التأريخ صادقا سيكون في حاشية الموضوع ليس أكثر من ذلك غدا نلتقي على مودة فاطمة وآل فاطمة لزالت الحلقات متواصلة في زيارة الأربعين وفي قراءتها الزهرائية بامتياز اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اش في صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام سألكم دعا جميعا في أمان الله